موسيقى موسيقى مرحبا المتفي بتطلق بالتعاون مع التافقام برنامج جديد اسمه تيلي شوفينج رح يطلق لشوفينج كل يوم عليكم بمجموعة غراض جديدة ومتطورة ما بتلقوا وين مكان وبالأسواء اللبنانية الكواليتي طبع غراضنا طوب لأنه جاي مباشرة من فرنسا لطربة كل الأزواء وهالغراض إذا عجبتكن تقدروا تحصلوا عليهم وتوصل لعندكن على البيت من دون أي كلفة إضافية مع إمكانية الرد إذا هالبرودويم ما عجبكن أو مناسب زوقكن سول كفالة موجودة ومن لحظة الاستيلان من خلال الليبن باست وب 48 ساعة بس بمجرد ما تتصلوا فينا عال 81-218 ألف الغرض اللي انتو اخترتوه بيوصل لعندكن لوين ما كنتو عم بتتابعونا بلبنان مين مننا ما بيحب يكونوا تيبو أو مفروشاتو أو حتى سجاداتو نضاف ومرتبين هلا مع ديتاش إكسبرس مش ضروري أبدا يكون في كذا مسحوق بالخزانة كل واحد لشي أو حتى تجرب ست البيت شو الأفضل وتصير تسأل هون وهونيك مسحوق واحد بس رح يريحك من كل الأوساخ حتى الباعي اللي برأيك مستحيلة كلها رح بتروح مع ديتاش إكسبرس وما لك إلا تجرب فيكن تستعملوه بالغسالة أو حتى على الإيد كمان فينا نرشه لأنه بيجي معهم رشة هيك بيصير بخاخ أو سبري صار فيك ترشه بطريقة كتير سهلة على البقعة شو ما كانت أكل فتر يعني شو ما كانت البقعة وشو ما كانت الوصخة رح بتروح مع ديتاش إكسبرس متل ما اسمها بيدل ديتاش الديتاش بتشيل البقعة وبسرعة كتير كبيرة ديتاش إكسبرس فينا نستعمله للموكات للتياب للشراشيف للسجاد حتى لفرشة التخط للكنبيات كمان يعني شو ما بدكم بالسيارة كمان إذا وصختوا السيارة فيكن ترشوا هالبرودويل المصنوع من فرنسا هو الحل الوحيد بيشيل البقعة وكمان بيبيض حتى بيشيل الريحة والكمخة عن الأشياء يلي بتبقوا عادة ما بتروح بسهولة هالأست البيت فيها تختار الطريقة البتناسبة إذا بدأتغسل على الإيد فيها تحط شوية من هالبرودويل متل ما بتشوفو على الشاشة ومترك هالقطعة أو مترك الوصخ لسوين كتير قليلة وبتشوفو النتيجة عن جد مثل السحر حتى فينا نستعمله للقماشي رقيق متل الحرير أو القماشي الكتير ديليكا إذا بدنا نغسل بالغسالة مع ديتاش إكسبرس العملية كتير سهلة كمان متل ما بيبين قدامنا على الشاشة ملع واحدة بس وكل الفوج بينضف ديتاش إكسبرس بيحافظ على نظارة الألوان شو ما كان أبيض أسود ملون ما بتبوخ الألوان أبداً حتى ما بيعمل حساسية على البشرة الحل هو مع ديتاش إكسبرس لكل الباع تصلوا هلا فينا على 81-218 ألف اشتروا ديتاش إكسبرس بس بـ 50 دولار وين ما كنتوا بلبنان بيوصلكم ضغرة وبـ 48 ساعة ماكسيموم على نص البيت من دون ما تدفعوا أي كلفة إضافية من خلال أكيد اللي بان بوست اليوم حكينا عن ديتاش إكسبرس إن شاء الله كل مرة بنحكي عن بروديوية جديد من تيلي شوپنج بالتعاون مع التأفقان كل هالبروديات عم نجيب نحضرها ونقدمها لحتى ترضيكم وترضي كل الأسواق بيقولوا الشعر تاج المرة والتاج بدوا اهتمام كلنا منحب نكون مرتبين ومنحب شكلنا وقتها نطلع من عند الكوفير بس أكيد مش لوجيك ولا نورمال نضل بيسالونات الكوفير كل يوم في غدا أو عشا بلبنان تي تايم برانش تعرفوا المناسبات كتير عنا والمرأة اللبنانية معروفة بترتيبة ومظهرة الحلو حتى النساء اللي بتشتغل أو الطلاب اللي بتروح على الجامعة حلو يكون شكله مرتب اليوم ومع فرشاية إنستايلر لينالك الحل شوما كانت نوعية شعرك ليس فريزام نوبر وقدما كان طوله قصير طويل متل شعري نص نص إنستايلر إليك نصيحتي تخلي هالفرشاية معك وساعتها رح تربحي واتس رح توفري مصاري والنتيجة زيتها متل عند الكوفير هلا يمكن يزعلوا مني شوية الكوفيرية لأنه شغل رح يخف بس هيد الحية كل صبية أو سيدي صارت هي الكوفير معنا بسدوا ثلاث صبايا أورجي بلشوا يملسوا شعراتهم بيها الانستايلر رح تواجه لعندهم تشوف وين صاروا شعراتهم كيف صار موضع لهم هاي صبايا هاي ما أهضمكم قاعدين تمليس كيف تحبوا الليسة؟ ستيسي كيف تحب شعرك يكون الليسة؟ انت شعرك شكله وبينوبر شوي مضبوط كثير بعزبني شعري قد ما بيضال منوبر سويا ستايلر هي الحال ومضبوط مش غلط أبدا مودي الفرشاية عادة باتي شو سريعة وشو لارا خبريني انت شو ماشي حالك كمانا بالفرشاية انا شعري فريزي انت شعرك طالعا من الحمام هالقد فيه تعجي انا مثلا رحت عند الكوافر تيسير هالقد فيه تعجي لا لا هو فيه تعجي يعني فريزي سويا بديك انستايلر اكيد انه من اتعرض كتير للغسيل بجمعة 3-4 تيام فانه مش براتيك نروح عند الكوافر باتي انت شعرك اطول شعر بس انه مقلعة انا حبيتها اكتر شي لانه براتيك يعني انا رحت اترككم تكملو شعراتكم لانه بعتقد بدون شوية وقت مع هالفرشاية براتيك انستايلر وسهلة الاستعمال صار فيك وين ما كنتي متل ما سمعتو من باتي تاخديها معيك اذا كانت بالبيت بتجم رحتي عالبحر سافرت يعني عن جد انا كتير سهلة صار معيك سالون متنقل انستايلر ما بتحرق ابدا الشعر ولا بتقصفو يعني بتحافز على نوعيته متل ما كلنا منحب لانه حرارتها موزعة متل ما ملاحظين هلا انا منا دايرة عندي بس الحرارة بتتوزع عليها بالتساوي حتى البنز اللي موجودين عليها عادة بي غير فراشة بيقاعوا كتير متنين وما بيقاعوا ابدا يمكن تلاقوا على نسا انستايلر بالسوق متل هالفرشاية بس كونوا اكدين مش متله ابدا الرقم قدامكم على الشاشة واحدة وثمانين متين وثمانتعشر ألف خدوا موبايلكن هلا وتصلوا فينا لتحصلوا على انستايلر بستين دولار وين ما كنتوا بي لبنان وبحيالة منطقة عم تحضرونا بثمانة واربعين ساعة بس تصلكون انستايلر عن الصلبات من دون اي كلفة اضافية ومن خلال ليبن بوست ري عارفكن اليوم عالكراب بارفات في حدا مننا ما بيحب الكراب صبعه الترويقه عالغدا عالعشا ديسير سناك يامي قطيبشي الكراب هلا ناس بتحب كراب صالي وناس بتحب كراب سكري وفي ناس متله بيحبو اتنين كراب بارفات متل ما اسمه بيدل تطلع معك الكراب بارفات حتى فينا نستعمل البانكيكس اذا بتكن كمان ما في لزوم تكون شاف او ست بيت شاطرة صار فيك انت مسيو تعمل الكراب للولاد او الولاد هن يعملوا كراب لأهلن هالمقلة ما بعرف اذا فيه سميه مقلة بس هي اكيد مقلة عجيبة مقلة براتيك مقلة اوريجينال سموه متل ما بتكن شكله جديد مش معقول تلزق او تحترق العجينة عليها قد ما قالكن عنا غير ما استعملها قدامكن راح نجرب اصلا بمجرد ما تحمى يعني منحطها بالكهرباء دقيقة دقيقتين تحمى منيح وهيدا الصحن بيجي معها باي منحط عجينة الكراب مننطر شي خمس سوانه اوكي ومنقلبها منذون ما نحط ولا زيت هيكو شو حلوه منذون ما نحط ولا زيت ولا زبدة كلنا منعرف قدي بيدروا للصحة وقدام بالمقلة منقعد ساعة منعملها لتطلع مرتبة بها الطريقة طلعت عن جد حلوه بسوان بتخلص وبتصير جاهزة للاكل ولحق على كراب اذا فيك بس اذا انصحتوا ما تحطوا الحق علي اهيان شي تقدر تعمل صرت كراب ببيتك ما تتصرف كهرباء لانه وفيرة الكواليتي تبعه توب ولا تصير عندكن بمطبخكن تتصلوا هلا على الرقم يلي عم يقطع على شاشة واحدة وثمانين ميتان وثمانتعشر الف وطلبوها الكراب بخمسين دولار بس بحيالة منطقة كنتو بلبنان عم تحضرونا وبثمانة واربعين ساعة بس من دون اي كلفة اضافية من خلال الليبان بوست تحصلوا على الكراب بارفات والف صحتين هلا خليني جرب قلبها انا انا وهون اذا بعد عندي وقت هلا هول الكريبات بصراحة عملناهون قبل ما نطلع على الهواء مرح زعبر اكلنا منون بس انو طالع بالي انو خلص العجينة نيحة صارت بتجنن وهيدي العجينة قدامكن ان دو ليكو باية سهولة قدرنا نقلبها هلا بهالطريق الاول ما نقلبها فيكن تحطو هي وصخنة لان هوني كأنه مثل المقلب بتحطو الجبنة والجنبون بتصوح بتصير هيك بتحطو الشوكولات والبانان بتصوح بتصير هيك وبترجعوا بعدانا بتقلبوها على الصحن اوكي اين دو وليكو باية سهولة بتخلص الكريب وبتصيرو واحدة وارد تانية ما نحط ننطر شوي عدوا للخمسة ستة اين دو ومنقلبها وبتطلع الكريب بتشهي كل يوم بروديوات جديدة نقينها خصيصا لضرد كل أزواء المشاهدين ومش حيلا مشاهدين متتبعي الام تي في من خلال تيلي شوپنج اكيد بالتعاون مع تافة الى اللقاء